اشتركوا في القناة توجت زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرسمية إلى المملكة المتحدة بعدد من الاتفاقيات عالية المستوى وشكلت الاتفاقيات فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية لسيما في المجال الاقتصادي والمالي لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بين المملكتين الصديقتين وفي هذا الاطار اعلنت شركة بي دابليو سي الشرق الاوسط انشاء مركز للخدمات الاقليمية في مملكة البحرين لتوسيع خدماتها في المنطقة بحلول الربع الاول من عام الفين واربعة وعشرين وذلك لما تتميز به المملكة من بنية تحتية متينة عززت من قدرتها على جذب فرص الاستثمار الخارجية إلى جانب السياسات والاجراءات الميسرة والملائمة للأعمال والقوى العاملة ذات المهارات العالية التي تجعلها الوجهة الاستثمارية المثالية وسيقدم المركز التابع لشركة بي دابليو سي الشرق الاوسط خدمات الامتثال الاستراتيجي والخدمات الاستشارية التي من شأنها أن تفيد مجموعة واسعة من المؤسسات العالمية وهو ما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للشركة لتوسيع وجودها في الأسواق الاقليمية مستندة إلى شبكة القوية من الشركات التي تمتلكها حول العالم في مائة واثنتين وخمسين دولة والتي تضم حوالي ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف شخص وقد وجدت الشركة في مملكة البحرين الوجهة الملائمة لاحتضان هذا المركز لتميز المملكة بموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي إضافة إلى ما تحظى به المملكة من قوى عاملة ذات كفاءات عالية وعلى صعيد آخر سيسهم إطلاق هذا المشروع بتأمين خمسين فرصة عمل لمواطنين بحرينيين مع وجود هدف تشغيله لتأمين مائتين وخمسين وظيفة للمركز مستقبلا وسيعمل مركز الخدمات الإقليمي في البحرين مع المراكز الأخرى في المنطقة على وضع خطط أولية لخدمة قاعدة العملاء في المنطقة كما وسيسهم في دعم جهود تنويع الاقتصاد التي تتبناها المملكة تماشيا مع خطة تعافي الاقتصادي والهديفة إلى تطوير اقتصاد البحرين مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية الحيوية ترجمة نانسي قنقر